منذ بضع سنوات لم يكن في تركيا إلا عدد قليل من المدارس العربية بما يتوافق مع قلة أعداد الجالية العربية في البلاد ومع خروج أعداد كبيرة من العرب هجرة ونزوحا نحو تركيا مدفوعين بانتكاسات الربيع العربي والصراعات في المنطقة سعى الكثيرون للحفاظ على الهوية العربية والروابط التي تجمع أبناءهم ببلادهم الأصلية ولعل رابط اللغة العربية كان في صدارة اهتمامات هؤلاء وكغيرها من القضايا التي تهم جاليات العربية في تركيا تختلف الآراء وتتنوع بشأن المدارس العربية فبينما يرى البعض أنها حافظت إلى حد بعيد على الهوية العربية لأبناء هذه الجاليات وحافظت لهم اللسان العربي يرى آخرون أن ذلك غير صحيح إذ تتهم إدارات هذه المدارس بالسعي نحو الربح المادي فقط دون تقديم خدمة تعليمية جيدة مشيرين إلى أن أكثر مناهج هذه المدارس تتبع دولا عربية تحتل مراكز متأخرة في التصنيفات الدولية لجودة التعليم المغالاة في تقدير رسوم الالتحاق بالمدارس العربية في تركيا وتحصيل أكثرها بالدولار الأمريكي وليس الليرة التركية يمثل تحدياً وعائقاً في سبيل إلحاق أبناء العربي بهذه المدارس الأمر الذي دفع كثيراً منهم إلى إلحاق أبنائهم بالمدارس الحكومية التركية التي تستقبل الأجانب بالمجان ودون عوائق تذكر إلا أن ذلك أورث البعض إهمالاً للغة والثقافة العربية حتى بات بعض الطلاب لا يعرفون القراءة والكتابة باللغة العربية في المحصلة فإن تجربة المدارس العربية في تركيا تظل محل اختلاف في وجهات النظر بشأن أهميتها وإنجازاتها على المستوى اللغوي والثقافي وبشأن دورها في الحفاظ على الهوية العربية لأبناء الجاليات العربية في تركيا